السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبهني أخ فاضل الشيس طارق من متابعي قناتي على اليوتيوب بمقولة العز ابن عبد السلام من نزل بأرض تفشى فيها الزنة فحدث الناس عن حرمة الربع فقد خان الله ورسوله ونصحني بما معناه أن أتحدث عن قضايا الأمة كان لها قناة في السابق وتم حزفها بسبب تحدث عن قضايا الأمة بشكل مباشر لذلك أنا قررت نصف العمى ولا العمى كله مش هنستفيد من تكميم الأفواه فممكن نتحدث بأسلوب غير مباشر وأنا قررت كنت أتحدث عن عظماء المسلمين ونساء خالدات دون قدوة وبيحفزوا المسلمين أنهم يكونوا دون قدوة لهم بدل من مشاهير الفن ومشاهير الرياضة لكن هتناول قضايا الأمة هعمل بنصيحة الأستاذ طارق الأخ الفاضل المحترم بإذن الله تعالى بس بسلوب غير مباشر عشان مش هنستفيد حاجة لو تم تكميم الأفواه على الأقل يعني زي ما بيقوله نص العمى ولا العمى كله وقررت أتكلم أبدأ أكمل يعني في العظماء المسلمين بالعز بن عبد السلام سلطان العلماء وقدوة الأحرار بعون الله تعالى أعرض في قناة المتواضع هذه قصص عظماء المسلمين ونساء خالدات بهدف تحفيز المسلمين واتخاذ هؤلاء العظماء قدوة ومثل يحتدى به بدل من مشاهير الفن والرياضة نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم العز بن عبد السلام سلطان العلماء وقدوة الأحرار من الرجال القلائب صاحب الرأي السديد والموقف الثابت الذي زاوج بتلقائية وصلابة واعية بين مهمة الفقيه ومهمة صاحب الرسالة الإصلاحية حين يضع الرأي في مكانه ويثبت عليه مهما كلف من أمر ومهما كانت التبعاء فلم يجرله العلم عن مقاومة الظلم ومواجهة الحكام والجهاد ضد الأعداء بل وظفه لخدمة كل ذلك سيرته ومواقفه يتطلع لها كل متشوق للعدارة والحرية هروبا من هذا الزمن الذي ندر فيه الإخلاص للحق قولا وفعلا وكثر فيه قدام السلاطين من أهل الدين والعلم الذين يضعون فتاواهم وعلمهم تحت الطلب إنه عبد العزيز ابن عبد السلام ابن أبي القاسم ابن حسن ابن محمد ابن مهدب السلامي المغربي أصلا الدمشقي مولدا ثم المصري دارا ووفاة والشافعي مذهبا الإمام والفقيه والعالم مقاوم الظلم والطغيان الذي كانت تخشاه الصلاطين والملوك ولادته ونشأته وعلمه ولد الإمام العزي بن عبد السلام في دمشق عام خلس ماء سبع وسبعين هجرية ألف ماء واحد وثمانين ميلادية وعاش فيها وبرز في الدعوة والفقه وقد نشأ في كنف أسرة متدينة فقيرة مغمورة لم يكن لها مجد أو سلطان أو منصب أو علم حيث كان أبوه شديد الفقر وحين شب الطفل ساعد أباه في بعض الأعمال الشاقة مثل إصلاح الطرق والتنظيف أمام محلات التجار وعندما مات الأب ولم يجد من يؤويه توسط له الشيخ فخر الدين بن عساكر للعمل في الجامع الأموي فساعد الكبار في أعمال النظافة وكان ينام ليلا في زاوية بأحد هليز الجامع على الرخان وفي ظل هذه الظروف الصعبة لم يستطع العز أن يطلب العلم في الصغر لكنه كان يشاهد حلقات العلم في المسجد بحكم عمله فيه وكم تمنى أن يكون بين التلاميذ إلا أن تعهدوا ابن عساكر وأمر بتعليمه القراءة والكتابة وحفظ القرآن أقبل العز على الكتب بشغف كبير وعوض ما فاته من سنين الدرس إلى أن اطمأن ابن عساكر لمستواه وضمه لحلقات درسه بعد أن دفع إليه ما يعينه على شراء ثوب صالح لحضور جلسات العلم تتلمز على يد كبار العلماء منهج العز بن عبد السلام اتسم منهجه في البحث بإعمال العقل في استنباط الأحكام وفي التعرف على المصالح حيث كان يرى أن الأحكام إن لم يكن استنباطها من الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس فيجب استنباطها بما يحقق مصلحة ويدرأ مفسدة والعقل هو أداة الاستنباط كان الإمام علما حقيقيا يدرك أن دور العلماء لا يقتصر على إلقاء الدروس والخطابة وتعليم الطلاب فاشترك في الحياة العامة مصلحا يأخذ بيد الناس إلى الصواق ويصحح الخطأ له ولو كان صادرا عن سلطان ترك العز بن عبد السلام تراثا ضخما في علوم التفسير والقرآن والحديث والعقيدة وأصول الفقه والزهد والتصور ومما قاله العلماء فيه السيوطي قال كان شيخا للإسلام علما ورعا زاهدا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر وقال النووي العز بن عبد السلام الشيخ الإمام المجمع على إمامته وجلالته وتمقنه في أنواع العلوم وبراعته وقال ابن الدقيق العيد كان ابن عبد السلام أحد صلاطين العلماء وقال التاج السبكي العز شيخ الإسلام والمسلمين وأحد الأئمة الأعلى سلطان العلماء إمام عصره إلى مدافع القائم بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر في زمانه المطلع على حقائق الشريعة وغوامضها العارف بمقاصدها مواقفه وجهاده عاش العز في عصر شابته الظروف السياسية المضطربة عصر ضعف وانهيار الدولة العباسية والانشقاقات الداخلية وتكالب الصليبيين والمغول على الأمة في هذه الظروف فضل كثيرون من أهل العلم والدين السكوت عن الحق واعتزال المشهد العام في حين انخرط العز في قلب هذه الأزمات مقدما صورة مغيرة لعالم الدين الذي يجاهد في سبيل الله الذي لا يخشى أحداً ومواقف العز لو لا أنها سطرت في الكتب وحفظها التاريخ لما صدقنا أنها حدثت فعلاً من جرئة وشجاعة صاحبها ومن فرض بؤس الواقع الذي نعيشه صحيح أن هذه المواقف نصبته سلطاناً للعلماء في نظر العامة غير أنها جلبت عليه سخط وكره الملوك الذين لا يفضلون سوى الشيوخ والعلماء المستأنسين ومن أبرز مواقفه التي جعلته مكروهاً من الحكام والملوك محبوباً من العامة لما أمر قطز بجمع الأموال من الرعية للإعداد للحرب وقف العز في وجهه وطالبه أن لا يأخذ شيئاً من الناس إلا بعد إفراغ بيت المال وبعد أن يخرج الأمراء وكبار التجار من أموالهم وذهبهم تحديه للملك الصالح في أيام حكم الملك الصالح عمد الدين إسماعيل تولى العز خطاب الجامع بني أمية الكبير بدمشق وبعد فترة قاتل الملك الصالح ابن أخيه الملك الصالح نجم الدين أيوب حاكم مصر آنذاك لانتزاع السلطة منه فوال الصليبيين وعطاهم حصن الصفد والثقيف وسمح لهم بدخول دمشق لشراء السلاح والتزود بالطعام وغيره استنكر العز ذلك وصعد المنبر وخطب في الناس خطة قوية فأفتى بحرمة بيع السلاح للفرنجة وبحرمة الصلح معهم وقال في آخر خطبته اللهم أبرم أمراً رجداً لهذه الأمة يعز فيها أهل طاعتك ويدل فيها أهل معصيتك ثم نزل دون الدعاء للحاكم الصالح فاعتبر الملك ذلك عصياناً وغضب وسجن العز فلما تأثر الناس بذلك أخرجه الملك من سجنه وأمر بإبعاده عن الخطابة في الجوامع تفضيله الاعتقال على الاستسلام للملك الصالح توجه الصالح إسماعيل إلى مصر في حراسة الجيوش الصليبية ليحارب الصالح نجم الدين أيوب وأمر بإحضار العز معه ثم أرسل من يداهنه ويساومه ويعده بالمناصب بشرط الرجوع عما هو عليه وتوعده إن استمر على ذلك فقال الشيخ يا مسكين ما أرضاه أن يقبل يدي فضلاً أن أقبل يده يا قوم أنتم في واد وأنا في واد والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به فقال له لقد رسم لي إن لم توافق على ما يطلب منك أن أعتقله فقال الشيخ افعلوا ما بدى لكم فأخده واعتقله في خيمة بجوار خيمة السلطان فكان الشيخ يقرأ القرآن والسلطان يسمع وبقي العز في المعتقل حتى هزم الفرنجة وذهب لمصر بعدها العز بائع الأمراء وصل العز بن عبد السلام إلى مصر سنة 639 هجرية فرحب به الملك الصالح نجم الدين أيوب وولاه الخطابة والقضاء وكان أول ما لاحظه العز بعد توليه القضاء قيام الأمراء المماليك وهم مملكون لغيرهم بالبيع والشراء وغبض الأثمان والتزوج من الحرائر وهو ما يتعارض في نظره مع الشرع الإسلامي إذ هم في الأصل عبيد لا يحق لهم ما يحق للأحرام فامتنع أن يمضي لهم بيعا أو شراء فتألبوا عليه وشكوه إلى الملك الصالح الذي لم تعجبه بدوره فتوى العز فأمره أن يعدل عن فتواه فلم يأتمر بأمره بل طلب من الملك أن لا يتدخل في القضاء إذ هو ليس من شأن السلطان فتلفظ السلطان بكلمة فهم منها العز أن هذا الأمر لا يعنيه فعزل نفسه من القضاء ثم جمع متاعه وأثاث بيته واشترى دابتين ووضع متاعه على واحدة وأركب زوجته وطفله واحدة ومشى بهذا الموكب المتواضع قاصدا بلده الشام رفضوه ضرائب الفقراء الأمراء أولا بعد وصول قطز لسدة الحكم في مصر ظهر خطر التتار ووصلت أخبار فزائعهم فعمل العز على تحريض الحاكم واستنفاره لملاقات التتار الزاحفين ولما أمر قطز بجمع الأموال من الرعية للإعداد للحرب وقف العز في وجهه وطالبه أن لا يأخذ شيئا من الناس إلا بعد إفراغ بيت المال وبعد أن يخرج الأمراء وكبار التجار من أموالهم وذهبهم المقادير التي تتناسب مع غناهم حتى يتساوى الجميع في الإنفاق فإذا لم تكفي هذه الأموال الأعداد للمعركة فليفرد ضرائب على الناس فنزل قطز على حكمه وخرج المسلمون للقاء المغول في معركة عين جلوه وانتصروا وفاته رحمه الله استمر العز بعلمه وهيبته وحب الناس له إلى أن وافته المني عام 660 هجرية 1862 ميلادية وهو يبلغ من العمر 83 عاما ومما يروى أنه عندما بلغ السلطان بيبرس وفاته قال لم يستقر ملكي إلا الساعة لأنه لو أمر الناس فيي ما أراد لبادروا إلى امتثال أمره أي أنه لو قال للناس أخرجوا علي لانتزاع الملك مني لبادروا لأمره وإلى اللقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته